أهلا بكم من جديد فاد مصدر أمني في محافظة كاركوك بأن ضابطا في شؤون المحافظة تشهد وصيب شخصان أخران بهجوم مسلح على طريق السليمانية وقال أن المسلحين مجهولين أطلقوا النار على ضابطا في مديرية شؤون بمحافظة كاركوك برتبة ملازم أول لدى مروره على طريق كاركوك السليمانية مدى لا تشهده في الحال وصابة شخصين بجروح متفاوتة ترجمة نانسي قنقر